شهد الفريق أسامة عسقر رئيس أركان حرب القوات المسلحة مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية بعنوان الذكاء الاصطناعي ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم ركائز الأمن القومي المصري والذي نفدته كلية الدفاع الوطني في إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة شارك في أعداد البحث نقبة من الخبراء الاستراتيجيين والباحثين بكلية الدفاع الوطني وانتهى البحث إلى تقديم عدد من المقترحات والتوصيات لتعظيم الاستفادة من أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بكل ما تشمله من إمكانيات لتحقيق رؤية الدولة المصرية في التنمية المستدامة أشهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بموضوع البحث وأهميته في مواكبة تطور العلمي والتقني وتطبيقاته المختلفة لتطوير الأداء داخل القوات المسلحة كما أثنى على الدور الذي تقوم به الأكاديمية لتأهيل الدارسين وفقا لأصص علمية حديثة بما يمكنهم من الوفاء بالمهام والمسؤوليات التي يكلفون بها لحماية ركائز الأمن القومي على كافة المستويات